كان هناك اجتماع ما بين بعض المسؤولين في النادي الأهلي وفي ميديا الأهلي مع منصق بطولة كأس العالم للأنديه الحقيقة كان زي ما قلت لحضراتكم كان متواجد مهندس خالد مرتجي عضو أمين الصندوق في النادي الأهلي النهاردة والحقيقة عجبني جداً الكلام اللي قاله المهندس خالد مرتجي فيما يخص اعتراضه أو اعتراض النادي الأهلي الشديد أنا كنت قاعدة جماعة وبسمع ماذا قال المهندس خالد مرتجي لمسؤول الفيفا أو المنصق لمباريات كأس العالم للأنديه هتقام إن شاء الله في الإمارات المهندس خالد مرتجي قال كده قال له من فضل حضرتك أنا عايز أسجل اعتراض النادي الأهلي على أن هناك تعارض كبير إذا وصل منتخبنا الوطني وقال كده وإحنا قاعدين وده اللي إحنا كلنا كمصريين نتمناه إن منتخبنا الوطني يصل إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية وده اللي إحنا متوقعين وكمصريين أن يصل منتخبنا إلى المباراة النهائية وبالتالي النادي الأهلي سيحرم من تسع لاعبين من تسع لاعبين ستة موجودين مع منتخب مصر وتلاتة موجودين مع منتخبات أخرى تونس والجزائر وتونس أنا أسف والمغرب ومالي فالتسع لاعبين دول سيحرم النادي الأهلي من هؤلاء اللاعبين اللي دافع فيهم فلوس قد كده علشان يقدر يعمل بطولة ويصل للمباراة النهائية وده طموح النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية وقال له كلام قوي جدا 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 الحقيقة على مرمى ومسمع من الجميع وسجل اعتراضي الشديد وقال له أن هناك تعارض في التوقيتات ما بين النادي الأهلي ما بين نهاية كأس الأمم الأفريقية وانطلاق بطولة كأس العالم للأندية وكان من الممكن أن يتم تفادي التعارض ده من خلال اتفاق ما بين الكاف والفيفا ولكن في النهاية ده اللي حصل إنتوا إزاي المهندس خالد منتجي بيتكلم كده بيتكلم زي ما أنا بيتكلم مع حضراتكم بيقول للمسؤول في الفيفا بيقول له إنتوا إزاي سايبين الموضوع كده إحنا عندنا أمل وعندنا طموح ولكن وحيفضل عندنا أمل وحيفضل عندنا طموح ولكن في النهاية أن ألعب من غير تسع لاعبين موجودين مش هيبقوا موجودين معايا وقال له إحنا عندنا الحس الوطني أعلى بكتير من أي حد تاني في العالم كله وبالتالي دايما تفكرنا بيكون في منتخب مصر أولا أو في اسم بلدنا أولا كلام دا تقال على الملأ وتقال قدام الناس الحقيقة النهاردة كنت سعيد جدا جدا بمدى بطريقة الكلام بالصرامة طبعا الكلام كان كله إنجليزي لأنه المهندس خالد مرتجي كان بيتكلم بنياب عننا كلنا الحقيقة اللي قاعدين كلهم وكان الحقيقة أنتوا محتاجين إيه نتكلم وده محتاج إيه تكلم وده محتاج إيه تكلم كل واحد فينا كان بيتكلم عن ماذا يريد من الفيفا خلال الفترة اللي جاية وإيه حققنا وإيه حقق النادي المهندس خالد مرتجي كان قوي جدا جدا في هذا الأمر الحقيقة يعني وقد إن هو يا جماعة يعني ما فيش حد بيعمل كده يعني هو كان فضل يعني بصراحة كان فضل يقوله كده مفيش حد بيعمل اللي انتو بتعملوا ده هو انتو ليه بتضربوا في بعض يعني يعني هو ده اللي كان فاضل يقوله لهم هو انتو بتضربوا في بعض على حساب النادي الاهلي وستظل مصر اولا دائما هو قال كده لكن في النهاية انت ليه بتحرمني او بتحاول تحرمني من تسع لعبين الحقيقة الراجل مردش وسيكت وقال له الحاجات دي ممكن حنقشها ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية ومش عارف ايه وخلاص لكن منتهى السرامة منتهى الاحترام منتهى الادب منتهى الاخلاق الراجل بيتكلم عارف ايه حقوق وايه حقوق النادي الاهلي علشان يقدر يتكلم عنها الحقيقة كانت جلسة او كان زوم ميتينج الحقيقة مهم جدا 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 اتكلمنا فيه او الناس اتكلمت كلها في حقوق النادي الاهلي اللي هتبقى من حق النادي الاهلي خلال فترة الجامعة من خلال مسؤولين في الفيفا في كأس العالم للاندية وانا الحقيقة بشكر المهندس خالد مرتجي بصوت النادي الأهلي في هذه المقابلة وقد إيه كان زي ما قلتلكه صارم وقوي وحازم جدا ومحترم جدا في طريق كلامه وفي طريق التوصيل المعلومة لمن يهمه الأمر هو ده النادي الأهلي وهو ده إسلوب النادي الأهلي وهو ده أو هي دي طريقة النادي الأهلي دايما اللي بنمشي بيها فقد إيه كنت سعيده مبسوط بهذا الشكل والرائع ويعني لأنه الحياة الرجل اللي كان مسؤول معنا قال إننا هنحاول نوصل وحنحاول نتكلم ولكن في النهاية إن شاء الله إن شاء الله يحدث شيء لأنه أنا حتى هذه اللحظة بعد هذا الاجتماع كمان تحديدا كان هناك بعض الأخبار على أن قد يكون هناك تأجيل للبطولة العالم لمدة 3 أو 4 ايام أو 5 ايام ولكن اللي أنا شفته النهاردة في هذا الاجتماع حتى هذه اللحظة يدل على أنه لا يوجد تأجيل فيش غير الوحيد اللي بيقول لي إن فيه تأجيل أحمد عويس بس فيش حد تاني بيقول لي لغاية النهاردة أنا بقول له كده يا ابني ما فيش تأجيل قال لي لا يا كابتن فيه تأجيل البطولة حتتأجل 4 ايام ثم تأجيل عدنا الجاك إذن التحر 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 عدنا